تضج المجالس وتشتعل ساحات إسرائيل وهي تحاول جاهدة تجاوز إخفاقها في وزن معدلة القدرة والغلبة مع المقاومة الفلسطينية إذ لم تحقق إسرائيل أهدافها تلك بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر منصف على بدء عدوانها والدعم العسكري الأمريكي غير المحدود فتسعى لمورات فشلها العسكري والاستخباراتي بتوسيع دائرة الصراع في المنطقة ليشمل كيانات ودولها تتجه صوب الشمال فتتصاعد الجبهة مع حزب الله اللبناني ما ينظر باحتمالية اندلاع حرب في أي وقت وهو ما توقعه رئيس الأركان الإسرائيلي وبينما يتصاعد الوعيد بين حزب الله وإسرائيل يستمر القصف المتبادل عبر الحدود وسط أنباء عن رسالة إسرائيلية إلى واشنطن تحذر فيها من شن هجوم على لبنان إذا لم تحقق الضغوط الدبلوماسية هدفها جبهة أخرى تشهد تصعيدا متناميا خاصة إثر إعلان الحرس الثوري الإيراني مقتل عدد من مسشاريه العسكريين بغارة إسرائيلية في العاصمة السورية دمشق إيران اتهمت إسرائيل بمحاولة نشر الفوضى في المنطقة وزعزعة أمنها وقالت إنها تحتفظ بحق الرد على اغتيال مسشاريها العسكريين بدمشق في الوقت والمكان المناتبين يبلغ التصعيد ذروته فتهب عواصف السياسة والحرب على شريان الملاحة الحيوي ومعبر الإنتاج الدولي البحر الأحمر فتضطرب أمواجه ويفرغ من سفنه عقب هجمات الحوثيين في اليمن على سفن إسرائيلية وغربية في خطوة يقولون إنها تضامن مع غزة هجمات ردت عليها الولايات المتحدة وبريطانيا بضربات ضد مواقع للحركة في اليمن من اليمن والبحر الأحمر إلى سوريا والحدود اللبنانية مع إسرائيل صراعات فشلت الدبلوماسية في وضع حد لها وهي لا تزال تكبر ككرة النار التي تلتهب كل ما تمر عليه ما يزيد المخاوف من احتمالية حرب إقليبية واسعة لطاق عزيزة محمد نور تيريز عربي